اشتركوا في القناة مركز الملك سلمان يدشر توزيع 594 سلة طوارئ للمتضررين بعين بشبوى جامعة سيئون تحتفل بإشهار كلية الأداب واللغات أهلا بكم استشهد قائد محور العند العسكرية اللواء ركنثاب الجواس إثر استهدافه بسيارة مفخخة بالقرب من المدينة الخضراء إلى عاصمة عدن ووثق فيديو مصور لحظة استهداف اللواء جواس بعملية غادرة أدت إلى مقتله فيما ذكرت مصادر أمنية إلى أن العملية تمت عبر سيارة صغيرة مفخخة ارتطمت بسيارة قائد محور العند العسكري بينما كانت متوقفة قبالة محطة الميداء لتعبئة البنزين على مدخل المدينة الخضراء ويعد اللواء جواس أحد أبرز القيادات العسكرية المؤهلة والمحنكة المشهود لهي بالشجاعة والنضال في سبيل الدفاع عن الجنوب منذ حرب صيفي 94 وهو من متصدرين محاربة الحوثي الإيراني وهزيمتها في معقلها الأول في محافظة صعدة ودوره البالز في الدفاع عن الجنوب وتحرير قاعدة العند من المنشاة الحوثية الإرهابية في عام 2015 نعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي استشهاد قائد محور العند اللواء الركن ثابت جواس الذي طالته يد الإرهاب بعملية إرهابية غادرة استهدفته بسيارة مفخخة في منطقة الخضراء شمال العاصمة عدن وأشارت قيادة المجلس الانتقالي إلى مناقب الشهيد وما قدمه خلال قيادته للواء 15 مشاه في الفرقة الأولى مدرع سابقا ومحور العند العسكري واللواء 131 مشاه حتى استشهاده إلى جانب تضحياته في العديد من المعارك ضد العدوان الحوثية الإرهابي والتاريخ البطوري الناصع للقوات المسلحة الجنوبية ورمز من رموزها الشجعان مؤكدة أن مضي على دربه ودرب الشهداء في استكمال معركة اجتثاث الإرهاب واستئصال شأفته من كل المحافظات الجنوب وبعثت قيادة المجلس الانتقالي خالص العزاء والمواساة لأفراد أسرته وزملائه في السلك العسكري وكافة أبناء الشعب الجنوبي سألين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه إنا لله وإنا إليه راجعون دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبريغ جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء وبحسن لية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة وأقال المبعوث الأممي عبر تغريدة بحسابه في تويتر أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك ومع تدهور الظروف الإنسانية في البلاد أدعو إلى الحد من العنف واتخاذ خطوات فورية للتخفيف من المعاناة بما يشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية وبما في ذلك الوقود أدى حادث مروري في منطقة الضلعة بمفرق الصعيد بمحافظة شبوة إلى وفاة ثمانية جنود من قوات العمالقة الجنوبية وأصيبها آخرين وذكر شهود عيان إلى أن الحادث وقع جراء استضام حافلة ركاب تنقل جنود العمالقة بطريقها إلى العاصمة عدن وكراز يتبع قوات دفاع شبوة هذا وأعربت قيادة قوات العمالقة الجنوبية عن بارغ أسفها في وفاة ثمانية من جنودها دعية المولى عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ومتملية الشفاء العاجل لكل المصابين دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية توزيع 594 سلة طوارئ للأسر المتضررة من حرب ميليشيات الحوثي بمديرية عين بمحافظة شبوة وخلال التجهين شهد مدير عام المديرية بالدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية مشيرا إلى أن المديرية تحتاج إلى الكثير من التدخلات التي تساعد في النهوض بها عقب تحريرها من ميليشيات الحوثية الإرهابية مما نتج عن أضرار كبيرة في البنية التحتية بالمديرية إلى جانب الأضرار البريغة التي طالت حياة المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ندشن أعمال الغاثة الذي قام بها مركز الملك سلمان وشبكة إنما ونوجه الشكر القدير على ما قاموا به في هذا العمل والأسر المستهدفة اليوم هي 594 حالة تتوزع على عدد من المراكز في مقدمة جراش وعطوة والعكارم والديمة ومنوة وجودر مع العلم أن سكان المديرية يقارب 40 ألف يعني بين 35 ألف إلى 40 ألف وأيضا لا ننسى أن المديرية كانت عرضة في الأشهر الماضية لإعتداءات الميليشيات الحوثية مما سبب معاناة كثيرة للناس نحن في مديرية عين هذه المديرية التي عانت في الحرب الأخيرة من ميليشيات الحوثي وصلفها الغاشم فوجد فيها الدمار ووجد فيها النازحون وبحاجة إلى الدعم والمساعدة ونشكر التدخل الطيب من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغ عدد الأطفال الذين تم تحصينهم من الشنل بمحافظة شبوها خلال الأيام الماضية من الجولة الثانية للحملة الوطنية الطارئة لمكافحته 158 576 طفلا وطفلة وبنسبة تغطية تقدر ب73% وأشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بحصيلة النتائج الإيجابية التي حققتها فرق التحصين بالمحافظة خلال الأربعة الأيام الماضية من الجولة منوها بأهمية مواشراتها الأولية في الوصول إلى تحقيق الهداف الصحية للجولة وضمان تغطية كافة الأطفال المستهدفين منها مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق النجاح المطلوب لها ما زالت تعاني مدن ساحل حضر موت منذ أيام من قطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر دون وجود أي حلول جذرية من قبل المؤسسة العامة لكهرباء الساحل لا سيما مع قرب حلول الصيف ودخول شهر رمضان المبارك حيث بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدن ومناطق ساحل حضر موت لأكثر من 18 ساعة انطفاء في اليوم الواحد الأمر الذي زاد من استياء المواطنين مع كثرة الوعود الرنانة التي تطلقها الحكومة والسلطة المحلية بحضر موت ومعهم مؤسسة الكهرباء بإيجاد حلول لهذه المعضلة التي أرهقت كاهل المواطنين منذ سنوات هذا وكانت مؤسسة الكهرباء قد حملت الجهات الحكومية المعنية في بيان سابق لها أزمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي بمدنيات ساحل حضر موت دون أن تلجأ إلى وضع حلول جذرية مسبقة تخفف من معاناة المواطنين احتفلت جامعة سيئون بإشهار كلية الأذاب واللغات وإقامة الورشة العلمية حول تجاهة البحث العلمي في تخصص اللغات وتقاطعاتها مع التخصصات الأخرى وفي الحفل أشارت السلطة المحلية بوادي حضر موت إلى أهمية إشهار كلية الأذاب واللغات والتي بدورها ستساهم في بناء جيل متعلم يحمل رؤية والأهداف خدمة للمجتمع مؤكدة على أهمية توفر الجهود في مساندة الجامعة ودعمها لتحقق مخرجات الإيجابية التي أنشئت من شأنها ولتساهم في تقديم مصفوفة من الحلول والمعالجات لقضايا المجتمع كما أبدت السلطة المحلية استعدادها بدعم وإنشاء مشروع كلية الهندسة لتنضم إلى بقية الكليات التسع ولتصبح في العام القادم عشر كليات في جامعة سيئون مشيرة إلى أهمية إنشاء مراكز متخصصة تابعة لكلية الأذاب واللغات تخدم التعليم في المنطقة هذا وتخلل الحفل قصيدة شعرية ووصلة إنشادية وبرهت فني بعنوان طموح وإصرار نالت جميعها إجابة الحاضرين دشنة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضر موت دفعة الأولى من عربات التوكتوك لعدد 91 مستفيد ومستفيدة كمرحلة أولى ضمن مشروع مرفق التمويل العاجل تحت مكون استعادة سبل العيش للمجتمع الأشد ضعفا ويشمل المشروع الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 145 مستفيد ومستفيدة لتحسين سبل العيش للأفراد بعد تدريبهم وتوفير مصدر دخل إضافي لهم باستثمار العربات لمشاريعهم الخاصة وأوضح القائمين على المشروع بأن المشروع قدم فيه 500 فرط تم اختيار 145 مستفيد لمن طبقت عليهم الشروط وذلك بعد نزول فريق تقييم المتطوع إليهم لضمان استفادتهم من المشروع في مجالات النقل ونقل البضائع والتجارة والصناعة والتعاملات الأسرية اليومية من فئات ذوي الإعاقة والمهمشين والنساء المعيلات إضافة إلى تدريب وتأهيد المستفيدين على صيانة العربات العاملة بالطاقة الشمسية لخدمتها في مجال عملهم في القطاعات الخاصة والمشاريع الصغيرة المدرة بالدخل الماتج تواصل الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام لنزع الألغام عملياتها الإنسانية في تطهير الأراضي من مخلفات الميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران حيث نفذت الفرق الهندسية عملية إطلاف المتفجير لـ 988 لغم وقذيفة غير مفجرة في مدرية الوزاعية بمحافظة تعز وإشارة الفرق الهندسية إلى أن الألغام كانت تشكل خطرا على حياة الموطنين مؤكدة على بدل المزيد من الجهود في تطهير ومسح جميع المناطق التي فخختها ميليشيات الحوثية الإرهابية ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء قيادة المجلس الانتقالية الجنوبي تعزي في استشهاد اللواء الركن ثابت جواس مركز الملك سلمان يدشن توزيع 594 سلة طوارئ للمتضررين بعين بشبوى جامعة سيئون تحتفل بإشهار كلية الأداب واللغات نشرتنا الإخبارية انتهت سكرار لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة